صباح الأمل صباح التفاؤل صباح النور مشاهدي قناة سيتي بي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور حلقة النهاردة بتاريخ يوم الثلاث سبعة وعشرين يوليو عشرين واحد وعشرين النهاردة ما يميز هذا التاريخ أنه عيد ميلاد يبقى كميل صباح الفلو بريسان طيبة صباح الخير يسحب بريسية وأنت طيب يعني عبال سنة المية كده خلاص أنت قرأت تعمل بطاقة هانت 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 خلاص فاضلي يعني سنة كده وعمل بطاقة وعمل بطاقة أيها أيها تمام زتات ما بتعرفش تكذب أبدا أيها صباح الخير على حضراتكم جميع يعني يا رب يومكم سعادة ويومكم ابتسامة ويومكم رزق وعفية وراحة باله كل حاجة حلوة يا رب على كل مشاهدين الغالية الناس كلها عمالة تقولي صحيح النهاردة داخل بإيدك فاضية داخل بإيدك فاضية ألا أنا مخبي طرطة تحت الترابيزة في السلام ملقيتش حاجة الغد دلوقتي لا 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 شايلها بس ما شايفنا نطلعها على الهوى يعني أيها أيها فمزا ما تقلق إيش موجودة صدقتك أنا بص للأسف قلق أنا من بقى الحلقة الغداء والمفاجئة المنتظرة نعدي اليوم كده يعني نعدي إن شاء الله يعدي بكل خير يا رب كده وسلام نبتدي منين بقى نبتدي من التجمع والود والمحبة اللي يعني بنستنى كتير قوي المناسبات الحلوة اللي تجمعنا مع بعض يعني كتير ناس تفضل مستنية عيد الأم مستنية عيد ميلاد مستنية العيد الكبير والعيد الصغير عشان تشوف ناس ما بتشوفهمش طول السنة وتعد الأيام صدقني يعني في ناس بتعد الأيام زي الأب والأم كده لما ولادهم بيتجاوزوا ويمشوا وما بقاش فيه الود والمحبة بتاعت الزيارة اللي هي كل أسبوع لازم أروح عنده ماما ولازم نتغدى عندها والنهاردة عند أهلي يبقى الأسبوع الجاية عند أهلك يعني يعرف اللي هي التأسيمة اللي احنا بنعملها كده بحيث أننا ما نقصرش مع حد ونشبع منهم مشبعوا مننا في حاجات كتير قوي بتاخدنا من بعض ما تخليش بيننا الود والزيارات والصلة المتواصلة طول السنة هو الموضوع ده بيوجع ويوجع كمان الناس الكبار أكتر ويوجعك أنت لما تتفرج وتشوف إخوات إخوات من دم واحد وأكلوا في طبق واحد وتربوا في بيت واحد وبعد شوية يتفرقوا وكل واحد بقى فيهم في ناحية وكل واحد بقى فيهم في بيت ويمكن هنا الزوجين اللي هم يعني يتجاوزوا البنات لو بينهم مشاكل إزاي تروح لها وإزاي تروح لها والعكس برضو أوضاع كده كتير قوي صعبة خدتنا من بعض هو ده اللي أنا نفسي يفتح في الحلقة النهاردة إزاي ممكن نرجع نعمل الوصل ده نعمل الود والمحبة دي وحدودها كمان لغاية فين هو يعني إحنا طبعا فيما يسمى صلة الرحم أيضا الناس القريبين مني أو أهلي يعني إزاي تواصل إزاي تواصل معهم أنا بشوف أن بعد المسافة أو أن إحنا ما بنشوفش بعض على مدار زا يعني زمن مش دي قصة لأننا ممكن يكون مثلا أخوك عايش في كندا ولا في أمريكا وفي حتى فرق في ساعات النهار ما بينك وما بينه لكن مع ذلك أنتم متواصلين تشوفوا بعض كل سنتين ثلاثة أسبوع ولا حاجة لكن متواصلين بشكل ممكن بشكل يومي كمان وقاعدين مع بعض أكثر من اللي قاعدين هنا لكن المشكلة للي مش فارق معاه أهله يعني أنا عايز أستقل بنفسي ما تستقل بنفسك دي حاجة كويسة بأهلك اللي ربوك اللي علموك اللي عشت معاهم وتربيت معاهم وأنا بصراحة أنا بشوف أن أهلي مش هما بس قريبي يعني يعني ممكن أعتبر جيراني اللي تربينا وعند بعض وكان يعني بنتغدى عندنا ونتعش عندهم دول أهلي يعني ما قدرش أقول أن دول مش أهلي مثلا أو طبعا الأهل يعني وارد جدا نحن بقى في بنا مشاكل فوقت من الأوقات يعني أي حد مع أبوه أمه مع أخواته مع جيرانه مع أي حد أكيد بيبقى فيه مشاكل مش دي اللي بنتكلم فيها النهاردة لكن بنتكلم مين هم أهلك يعني لو احنا تكلمنا عن المفهوم الدايق بس اللي هو أهلي اللي هو أبويا وأمي أخواتي أنا غلطة لا عيلتي والناس اللي أنا تربيت معاهم والناس اللي كان بنا عشرة سنين كتيرة جدا في ناس كتيرة في حياتنا وكل واحد عارف أسامي كده لو غمض عينيها يبانوا قدامه عاش معاهم أكتر ما عاش مع أهله شاركو في مشاكله أوجاعه أحزانه أفراحه أكتر ما أهله شاركو فدول برضو أهله بس الأولانين برضو أهله وتسمع منهم الكلمة دي يعني قولك دانا لو أخويا شيء ما كنتشوف معايا الوقفة اللي أنت وقفتها يعني كتير أنت تقولها لحد لقيته في وقت أزمة أو وقت ديئة ما لقيتش فيها القريبين منك اللي من دمك هي حاجة تزاعة القوي يعني إحنا نفسنا نبقى وهبتدي بالهم يعني سلط الرحم هبتدي بالناس اللي من دمنا اللي كتير وأنت بتشوف القضايا والمحاكم والمشاكل اللي بينهم والناس اللي اتقطعت من بعض سنين طويلة أخوات ما شافوش بعض واحد ما زارش أمه ولا أبوه بقاله زمن ولا بيرفع حتى عليهم سماعة التليفون ابن عمك وابن خلتك واللي هو تجي في مناسبة فرح معين مثلا مناسبة أو حزن يعني بتعمل الواجب لو مناسبة حلوة جمعتك ومعاك ولادك فتفضل تعرف ولادك على ناس هم أصلاً ما سمعش عنهم قبل كده ده ابن عمي وده ابن خلتي وتعرف الولد الفلاني ده ابن طنط فلانة هو مش فاهم انت بتقول ايه هو مش شافش الناس دي أوقات بيبقى غصباً عننا شوي أوقات الظروف والشغل اللي بتاخدنا يعني في ناس كتيرة جداً جداً يعني هو عنده أجازة يوم واحد في الأسبوع فبسد ياخد الأجازة دي عشان يقعد معياله يعني يقعد معياله يخرج معياله ده يعني ده كمان ده التصرف الإيجابي أو الشكل المثالي للعلاقة بينه وبين أسرته أنه هو يقعد مع أسرته يشوف أهله أو العيلة الكبيرة في الأفراح والمناسبات بتاعة العيلة بس فبيبقى غصباً عنه لكن اللي بنتكلم فيه أو اللي أنا معني بيه أكتر فكرة أن أنا عايزة أقطع علاقة يعني أقطع علاقة مع أخوي مع أختي مع عمي تتكلم من الدرجة الأولى لوجود مشاكل لوجود مشاكل والأكتر مع أبوه وأمه يقول لك أسبابويا بصراحة بقى له تصرفات كده غريبة جدا بقى ينسى كتير وبقى يتكرر الكلام وبقى يتكرر الكلام وبقى يتنرفز قوي أنا لقيت قايف يشوع ابن الصراخ مش عارف أحفاظها بس أنا لقيتها كده بتشرحها لناس كتير ممكن اسمحي لي أقولها طب بتقول يا ابني أعن أباك في الشيخوخة تمام ولا تحزنه في حياته انضعف عقله فاعذره ولا تهنه وأنت في وفور قوتك ما تهنش أبوك وأنت في صحتك وشبابك ولو عقله ضعف شو أعذره فإن الرحمة للوالد لا تنسى وباحتمالك هفوات أمك تجزى خير هو ده يعني ده اللي احنا بنعيشه دلوقت أنا مش طايق لان أنا خلاص بقى أنا هعب بقى الحكاية اللي بيحكوها بيحكوها لي مرة واثنين وثلاثة خاصة لو ابن يعني أنا بقى شعر دايما أن الابن هو المسؤول عن أبوه وامه يعني البنت شوية ممكن جوزها ممكن مش عارف إيه لكن الولد لو مراته خديته من أبوه أمه بهو الغلطان مش مراته هي الغلطان أمه هيتبقى لهم إيه يعني الآية اللي أنت قريتها دلوقتي في شوع ابن سيراخ هي معناها كده أبوك و أمك وهم في قوتهم وفي صحتهم عملوا اللي ما يتعملش واللي ما يتوصفش علشانك يعني فالوقت اللي أنت بقيت قوي وكبرت وهم ابتدوا أنهم يضعفوا وإنت اللي بقيت مركز قوة ممكن تبقى قوة في كل حاجة يعني ممكن هم طلوا على المعاش ومعندهمش داخلهم معندهمش حد يسأل عليهم يعني مستنين منك أنك تسأل عليهم ترفع سماعة التليفون اليوم اللي مش هتقدر تروح لهم تفرحهم مرة وتروح أنك أنت تاكل معاهم صدقوني في ناس كبار وصغيرين عشان في ناس كده بتعليهم من الوحدة كده لزروف كتير قوي لكن إن جرس الباب يضرب يضرب دي حاجة يعني بنط كده ليه إذا أنا في حد جايلي في ناس حتى محرومة من أنها تسمع صوت جرس الباب غير لو هم طلبين حاجة يعني بيشتروها لكن حد يدخل يسأل علي ليه مش هارف يعمل إيه شاف يدخل مطبخ طب تشرب إيه طب تاكل إيه طب أعمل لك إيه طب أجيب لك إيه وكأنك بقى لك سنة ما مكلتش حاجة بس هم عايزين يرحبوا بيك فرحانين بيك أو بيكي أنا نفسي النهاردة يعني دي دعوة أنا عارفة أن المشاغل كتير زي ما أنت بتقول الواحد بيستنى يوم أجازة عشان يا دوب يعود مع ولاده ولا في بيته ولا ينزل يشوف طلبات بيته بس أنت كمان قلت كلمة إن ممكن يبقى أخوك أو حد من قريبك عايش برا مصر وعلى تواصل معاك أكتر من ناس عايشين جنبك سكنين في العمارة اللي جنبك أو في نفس الحي معاك في ناس عايشة برا مصر وحريصة جدا على المكالمات الفيديو اللي هي تبقى مع الأب والأم مع الإخوات حريص جدا أنه يعرف كل تفصيلة تخص إخواته حصل إيه وجار إيه وليه ما بلغتنيش وليه ما قلت ليش وإنت محتاجين إيه طب أن أنا أعمله وإزاي يحصل كده من غير ما تعرفوني هو مهتم أن يبقى في وسطك رغم أن هو بعيد يعني بينكم وبينه بلاد وبلاد فلو إحنا عايشين في مكان واحد وفي بلد واحدة ونحرم نفسنا لأن بيجي وقت أنت بتندم على أن أنت عملت كده بس إحنا مش مختلفين لازم يبقى فيه تواصل وإن اختلف شكل التواصل أيوه يعني لو إنت معاك عذرك أن أنت بتاخد يوم أجازة واحد في الأسبوع ويدوبك بتقعد فيه معيالك فالتليفون في إيدك إحنا النهاردة الدقائق ما بتبقاش عارف تودها فين وتجيبها منين وتروح عليك النهاردة بيروح عليك في الشهر بتاع 700 دقيقة أو 800 دقيقة أو ألف دقيقة أو حاجات كده ما بتعملش بها حاجة وممكن تقعد ترغي في الفاضي كتير جدا فأنت لو كل يوم أو يوم ويوم تليفون كده حلو وجميل وفيك كلمتين حلوين في وسط شغلك في البريك وإنت راجع من الشغل وإنت رايح الشغل الصبح لو أنت عارف أنهم بيصحوا فدري تليفون رايح جاي كده للناس حبيبك يعني أنا بشوف دلوقتي أن إحنا في عصر التواصل المفروض يبقى ده عصر التواصل مش قلة التواصل لأن النهاردة ما بقاش عندك عزر أنت الأول كنت بتقول وأنا هتصل منين وديقة الدولة شوفت ديقة الدولة بكامل النهاردة أنت بترفع والطول ما أنت ماشي في السكة بترفع السماعة بتكلم كل دول العالم مجانة من خلال الإنترنت ما فيهوش في الوقت ناتو ما فيهوش وي فاي في البيت أننا نتكلم حتى الفيديو هو ما فيهوش عصر ولما تسمع أن حد بعيدا عن الدرجة الأولى أقول الأب الأم الأخوات لما تسمع أن عمك ولا عمتك ولا خالتك ولا ابن غالتك ولا أي حد من العيلة عنده أي ظرف مش عارفة ابنه نجح تعبان شوية مش عارفة مين هيبجى شاركه لو معرفتش تروح يبقى برضو بمكالمة واعتذار كان نفسي يبقى معاك بس ظروفية مش سامحة لكن ألف مبروك ربنا معاك وألف سلامة كلام ده بيفرق بيفرق كتير جدا وصدقوني لو الدايرة اللي بنتكلم عليها كنا حارصين أننا نتعامل مع بعض بالود ده وبالمشاركة وأننا نكون حارصين على أن دايما نكون تواصلين الدرجة اللي بعدها أصدقائنا والناس اللي ما يبقلناش حاجة خالص اللي بيبقوا محتاجين برضو اللي يسأل واللي يود واللي يعمل واللي يخدم هنلاقي زي فكرة الساماري الصالح حتى اللي أنت ما تعرفوش حتى اللي عدوك هتلاقي نفسك بتعمل وبتعمل من غير مجهود ومن غير ما تحس أنك متضرر ولا حد حتى يطلب منك وزي ما بنكرر دايما فيها نوع من السعادة أن أنت تشارك اللي حواليك تشارك أهلك وقريبك وبحاجات بسيطة يعني كل واحد على قده يعني اللي يقدر يساعد بفلوس بيساعد اللي يقدر يساعد بحاجة بسيطة بيساعد اللي يقدر يساعد بكلمة حلوة اللي يقدر يساعد بخدمة يعني خليك دايما موجود ما تفصلش نفسك عن الناس الحلوة واللمة الحلوة اللي احنا شايفينها دي لأن أنت هتعمل فيها عبد المشغول دلوقتي خلاص لما هتطلع معاش أو تلاقي نفسك أنت الشغل اللي أنت كنت فرحان به ما بقاش موجود أو اللمة الصحاب كل واحد راح في حتة هتلاقي نفسك وحيد وهتلاقي نفسك أنت لو بنيت مع الناس حبيبك ومع أهلك ومع قريبك هتلاقيهم وقت الشدة ووقت الدقيق ووقت الفرح ووقت الحاجات الحلوة اللمة الحلوة دي لا تقدر بثمن أنا بشعر أن هي دي اللي بتحل نفسيتنا أن هي دي اللي بتفرحنا أن هي دي اللي بتزودنا أن هي دي اللمة دي حلوة أو أوعى تفقدوها وأوعى تخلوا المشاكل تعمل حوائد سد تمام؟ لأن دايما الإخوات ما بينهم بين بعضهم أو القريب ما بينهم بين بعضهم كل ما هيقرب كل ما هتلاقي مشاكل سواء مشاكل من الداخل أو من الخارج مشاكل مراس مشاكل نفسية مشاكل عشان ده مراته وده جزهة وده مش عارف إيه والحاجات دي كلها لكن طول ما أنت تقدر تتغلب على المشاكل تقدر ما تفصلش اللمة عن بعضها يما بتبقى فيه صورة كده فيها لمة وبعد وقت كده بتعلم والصورة دي بينقص منها واحد وبعد شوية بينقص منها واحد ونفضل نتمنى أن الزمن العمر يرجع بينا عشان ياريتني كنت عملته ياريتني كنت سويت ياريتني كنت وديت ياريتني كنت اتصلته سألت وتفضل أن أنت تقنب نفسك وياما ناس بيبقى لوحده تبقى عينه رايحة على اللمة وعلى ناس عندها عيلة أو في مكان معين شايف الناس من المهمة هو لوحده ويبقى بيتمنى أن يكون عنده لمة دي حواليه سواء من أصدقاء أو عيلة لكن مش معي فلو أنت برضو لوحدك لو أنت لوحدك أنت مش لوحدك لو أنت لوحدك أنت مش لوحدك أنت بالحب وبالود اللي ممكن تقدمه للناس اللي حواليك حتى لو هم مش قريبك تقدر تعمل عيلة وتقدر تعمل أصدقاء وهتلاقي المحبة دي اللي أنت بتقدمها ترجع لك أضعاف وأضعاف وهيبقى حواليك أكتر بكتير قوي من اللي أنت ممكن تتوقع وتتصور خلونا نصبح عليك ونقرأ تعليقاتك وشاركونا برضو صلة الرحم والتواصل والصعوبات اللي بتقابلنا في التواصل ولو حد كان قال كلمة يا ريت يا ريتني كنت عملت شاركونا ونصبح عليكم هنقعد اللي بتقول اللي أنتوا بتتكلموا فيه الأولاد غير كده خالص هي مشكلة كبيرة أنها يتقول لك اللي بيسمع كلام مراته ويسيب أهله بسبب كلام هي مشكلة متكررة موجودة في بيوتنا ونقدرش نقول إنها مش موجودة لا موجودة بس أنا دايما دايما ضد الولد أو ضد الراجل اللي بيعمل كده اللي يسيب أبوه وأمه عشان مراته قالت ولا مراته عادت هو الغلطان يعني مش هي الغلطانة هو اللي تخلى يعني خاصة أبوك وأمك يعني تفضل يهب طيب برضو أستاذ مخايل شوقي بيقول صباح الخير عليكم صدقوني كنا بنستنى يوم الجمعة في البيت يجمعنا مع الأسرة بس بعد ما سفروا للسماء نقابل الإخوات في المناسبات بس وأقول الحقيقة ووقفوا معايا مع بنتي في الزواج حاجة حلوة أنت لقيتهم في جواز بنتك لكن ليلة في ناس بتفتح بيت العيلة حتى بعد رحيل الأب والأم ويبقوا حارسين نوم يتقابلوا فيه حتى يعني مش لازم أنتوا تزوروا بعض في بيوتكو فاللي يقدر يعمل كده طبعا ياريت ميرفات مقار بتقول أنا وأختي في أمريكا وكل يوم بنتكلم بالساعتين وتفتح الكاميرا وتوريني البيت بتاعها وتبقى فرحانة هو ده اللي بنقول التواصل حتى المسافات دي ما تقفش بينكو أبدا يعني طيب جويس بتقول صباح الخير هي بوصحق أحيانا بعد المسافات بتريح والتواصل مع ناس تفقدك سلامك الاختصار أفضل بشرط يكون جواك محبة وسلام دي نقطة تانية خالص وأنا باتفق معاك فيها المسافة حتى مع القريبين اللي احنا بنقول عليهم المسافة دي معناها الخصوصية مش معناها البعد والاختصار والخصام يعني المحافظة على الخصوصية اللي بيفقدك سلامك ما تشليش شر جواكي ولا حقد ولا كره لكن البعد في الوقت ده بيبقى أفضل أستاذ أنجيل نظمي بتقول عايزة تعرف شاهد الآية اللي أنا قلتها طيب الآية هي في يشوع ابن صراخ صحاح الثالث آية 14 طبعا مش هتلاقي في الكتاب المقدس اللي عندك في البيت هو غالبا هيبقى يعني فيه كتب لوحدها كده بيبقى اسمها الأصفار القانونية التانية بتلاقي فيها صفر يشوع ابن صراخ جانت فليب بتصبح ليلنا وبتقول بتعيد على هيبة وبتقول المحبة والمواد ده أجمل شيء في الوجود علشان ظروف الحياة أصعب التليفون نصف الرؤية برضو سامير ديميان بيصبح علينا فرح جمال بيعيد على هيبة دودي مجدي بتقول حبيت أصبح عليكم قبل ما ممشي على الامتحان ويارد تذكروني في صلواتكم من الفيوم يارد تقرأ تعليقي ربنا معاك يا رب ويوفقك وإن شاء الله يوم يكون حلو كده والشنا يبقى حلو عليك يعني ربنا معاك ومع كل يقول يا رب اللي بيمتحنوا طيب جانا بتقول للأسف يا هيبة البعيد هو القريب والقريب بقى بعيد والاهتمام صعب أنك تطلبه أيوة الاهتمام صعب أنك تطلبه ويا ما بيبقى حد بعيد وتلاقي أقرب ليك من إخواتك ومن الناس اللي من دمك وتقول كده ده أنت لو أخويا ولو أنت أختي شئتي ما كنتش عمالتي معايا اللي أنت بتعمليه وهو ده اللي احنا بنقوله النهاردة نفسنا بقى أن يبقى الأصحاب أو الناس اللي هما مفروض أنهم بعيد وكمان اللي هما بالفعل قريبين احنا بقى نحاول نرجع الصلة دي لو هي بقى لها كتير مسألتش عليك أختك كلميها أنت لو بقى لها كتير مزارتكيش روحي لها أنت إن الزيارة دي صدقيني ممكن أنها تمحي حاجات كتير أو وحشة هي مستنية أنت اللي تأخذ الخطوة وانت مستنية أنها اللي تأخذ الخطوة طبعا يا رب كده نقدر كلنا اللي يقدر يقدم حاجة قدمها أنا بس عايزة أقول حاجة صغيرة وهي باب تستعد يعني عشان تقول لنا التبرعات إنت أقدم ما تستناش اللي بيستنى دايما هو اللي نفسيته بتتعب ودايما هو اللي عاوز حد يهتم والاهتمام ما بيتطلبش والكلام ده كله لكن حاول كده فكرة أن أنت تقدم تقدم حب وتقدم عطاء وتقدم سؤال يا سيدي اللي بقي عندك اسأل بيها على ناس أنت ما بتسألش عليهم اسأل بيهم على حبيبك اللي أنت بقالك فترة ما شفتهمش هتلاقي الدنيا اختلفت يعني على فكرة برضو مادام جانتة بتقول برضو آية جميلة اسم على أبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخد في سفر الأمثال سفر الأمثال وسفر الحكمة أو سفر يا شوع ابن زراخ من الأصفار الجميلة الأصفار الشعرية واللي هتلاقوا فيها كلام كتير أو يمس حياتنا اليومية بجد فيها كل تفصيلة كل الأخطاء اللي بنقع فيها وحتى كل احتياجاتنا ولو قرينا الثلاثة أصفار هنلاقي فيهم كلام كتير أو يمكن نستفيد منه طلبات التبرع النهاردة مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم بيموجب أو أوموجب سن المتبرع من 25 لأربعين سنة رقم التليفون 0554183 043 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم A سالب أو A B سالب السن من 25 لأربعين سنة رقم التليفون 012 0668667 أو 011 4868 9194 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم A موجب السن من 25 لأربعين سنة ويكون خالي من الأمراض أرقم التليفون 0100 6969 271 أو 0122 761 1542 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم A أو O السن من 25 لأربعين سنة أرقم التليفون 0122 699 2396 أو 011 5465 7032 ويا رب بشافة للجميع لسه معيكم ولسه معينا أخبار من كل مكان بعد الفاصل